السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين ثمانية كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة من فجر يوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر الآن موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط منلتقي بأناس أكثر سعادة منتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات يمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبي بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن تصلح للمراجعات الطبية أو أخذ العلاجات اللي هي الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورق مفصل الورق الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية للعضاء الأخرى مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر استقر في برج القوس معناة خلو المسار القادم بيبدأ مساء يوم الثلاثاء الساعة ستة وأربع وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي لها ساعة وحد وثلاث وثلاثين دقيقة من فجر يوم الأربعاء لينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر ستة وعشرين يوم في تمام الساعة وحد واثنين وثلاثين دقيقة فجرا سبعة وعشرين يوم بصير النسبة الإضاءة تسعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين وآحد سعيد اليوم بنسبة خمس وأربعين في المية القمر في القوس حتى يوم عشر واحد سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في القاوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القاوس حتى يوم 23-1 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات المساء سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتنشطه اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحباكم معكم بعد موليد برج الحمل اليوم ممكن يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتكم العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي بيجي من أعمال مشتركة بنك ضريبة تامين هذا الشيء مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا لتهديد الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اليوم القمر مقابلكم تماماً فبيصير هذا اليوم مناسب لتعزيز شركاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج ولكنها فترة ضاغطة لأن طاقتك بتكون ضعيفة لأن القمر مقابلك فتعتبر هذه فترة أيضاً سلبية وضاغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فما عليك إلا ضبط الأعصاب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضاً بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مميز جداً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وصحيح الأخطاء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة اليوم ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي بيكون فيها بعض العدائية والتوتر بدك تضبط أعصابك وراعي وضعك الصحي بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوه بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار تدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف الأموال ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو بتحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم القمر في بيت المتاعب فبتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بشكل متسرع بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ابتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة مثلا وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصحاب أو الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل وتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء